اهلا بكم في حلقة جديدة من الساعة الاخيرة تتابعونا في عنوينها في عنوين الساعة الاخيرة لهذا المساء عشرات الشهداء والجرحة في حلب جراء استهداف الارهابيين احياء المدينة بالقذائف وفي ساعتنا ايضا وحدات الجيش تصد هجوما لارهابي داعش بريفي حمص وحماء وفي ساعتنا كذلك اثر اعتداءة الكرادة رئيس الوزراء العراقي يقيل كبار مسؤولي الامن في بغداد ساعتنا الاخيرة بدأت اهلا بكم اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد جرح الجيش العربي السوري الذين زارهم رئيس بشار الاسد في ريف حمص يعبرون عن اعتزازهم بالزيارة ويؤكدون صمودهم رغم جراحهم التي تسبب بها الارهابيون زيارة الرئيس بشار الاسد وعائلته لعدد من جرح الجيش العربي السوري في ريف حمص حاضيت بوقع خاص في نفوس هؤلاء الابطال الذين تعرضوا لاصابات اثناء تصديهم للتنظيمات التكفيرية الجريح عيسى رامز الابراهيم احد ابطال الجيش العربي السوري وهو ابن قرية تنونة التابع لخربة التين في ريف حمص عيسى الذي اصبح لديه مشروع صغير يمكنه من تأمين حياة كريمة له ولعائلته عبر عن اعتزازه بزيارة الرئيس بشار الاسد واذ لم تسمح جراحه بالعودة الى حياته الطبيعية الا انه تمنى العودة الى ساحات القتال مع اصدقائه انا اتفاجأت فيه اني نزلت الدمعة من عيني نزلت الدمعة من عيني انا ما صدقت يعني كنت قاعد برا ما صدقت انه هو جاء ما يقل لي كيفك يا عيسى انا ما صدقت جيد بدي يقوم ما خلاني يقوم قلق عودي عيسى تعرضت لاصابي بمحاوس حلب عام 2014 اصابتي كانت بالدماغ اصرت على جسمي بخزة شقي ايمان بعد فترة عملت صورة اعمل معالجة فيزيائية وبعد ما مرور من الوقت ايجت لعند الامان السورية اعطتني مبلغ من المال لاستفاد منه منه مشان افتح شي مشروع شي تكان شي شغلي برغم من جراحنا بدان قاتل يعني حتى اذا انزفنا بدان قاتل بدان قاتل انا ورفقاتي كلها اتنا بدوره الجريح البطل منهل الديوب وهو ابن قرية الكنيسة بريف حمص اكد ان زيارة الرئيس بشار الاسد لهم كانت بمثابة عيدين البطل منهل فتح مشروعا انتاجيا ضمن الرعاية الطبية الدائمة لمشروع جريح الوطن الذي اطلقته الرئاسة عام 2014 هذا العيد كان احلى عيد عندي كان عيد عيدين بالنسبة لي وبنسبة لكل ضيعتي بتشري في السيد الرئيس وعيد ومدامته وولاده يعني بصراحة كانت احلى عيدية بحياتي باخدة انه شفتوا هيك ايجافات اللي عندي على البيت وباركني وكان يعني كان مثل ومثلنا الحمد لله رب العالمين الله يخلي لنا ياهو يحميه فوقت راسنا اصابتي انا كانت بالعمود الفقري معي كسر ثلاث فقرات بالثامنة وتاسعة والعاشرة وبنفس الوقت معي حرق بالنخاع الشوكي ادى هالشي لشلال واستاصلوا للكلية كمان على اثر الاصابة لانه كانت الاصابة قريبة كتير ضليت فترة شيء تقريبا سنية لحتى تواصلوا معي من التنمية اجوا لعندي على البيت وزاروني من التنمية من الامان السوري وقدموا لي مشروع بسبعمائة الف عهد ووفاء من ابطال الجيش العربي السوري سيبقون رمزا في العطاء من اجل سوريا ومهما بلغت التضحيات عشرات الشهداء والجرحة في حلب وقد اكد مراسل الاخبارية ان حصيلات الشهداء ارتفعت الى 27 شهيدا ونحو 200 جريح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للمزيد حول التطورات في حلب ينضم الينا مراسل الاخبارية السورية انس رمضان انا استحية لك لو تضعنا بصورة اخر التطورات وكيف يبدو المشهد الان وهل من حصيلة نهائية لعداد شهداء جراء اعتداء التنظيمات الارهابية على الاحياء السكنية في حلب نعم تحية لك نعم الى الان يستمر القصص العشوائي من قبل المجموعات الارهابية المسلحة باتجاه عدد كبير من احياء حلب السكنية اخر هذه القضائف سقط منذ قليل على احياء المشارق والفيض ما ادى الارتقاء ثلاثة اطفال واصابة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة اضافة الى الاضرار المادية نحن الان نتحدث عن حصيلة هي حصيلة اولية 28 شهيد وما يزيد عن 200 اخرين اصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة ونقلوا الى مشافي الرازي الحكوم ومشفى حلب الجامعي هذه المشافي التي تخص بالجرحة والمصابين اضافة الى وجود حالات كثيرة في وطع حرج في غرف العمليات وغرف الانعاش وهذا ما يرجح ارتفاع حصيل الاشهداء بحسب المصادر الميدانية لان الحالات التي وضعها حرجي حالات كثيرة جدا السناء يضاف الى هذا الترجيح استمرار كما ذكرت لك القصف العشوائي من قبل المجموعات الالهابية المسلحة نحو احياء حلب اللي يزداد هذا العدد ايضا من احياء المدينة المغنبو الفرقان بشتة شوارعها اضافة ايضا الى مركز ايواء مهم وهو في السكن الجامعي في جامعة حلب الميدان الاشرفية جمعية الزهرة الفيض المشارقة المرديان بستان الزهرة مناطق عديدة استهدفتها المجموعات الارهابية المسلحة بانواع من القذائف مدفع جهنم حمام واحد والقذائف الصاروخية والان يعني يسمع ابناء حلب جيدا الان الاصوات اصوات ايضا سقوط قذائف اخرى من المرجح هذه القذائف باعتبار اتواجد حاليا بين منطقة الجميلية والرازي من المرجح ان تكون ايضا هذه القذائف باتجاه منطقة الفيض بطبيعة الحال هذا التصعيد الارهابي الكبير جاء مساء هذا اليوم اي في وقت الزر ووقت الذي تشهد فيه حلب يعني حلب قبل ايام عيد الفطر السعيد وشهر رمضان المبارك تشهد في هذه المناطق حركة كبيرة ازدحام باعتبار ان كل المناطق التي سقطت فيها هذه القذائف مناطق استراتيجية وحيوية فما بارك سناء انها سقطت في مساء هذا اليوم ثلاث ايام عيد الفطر السعيد يعني هناك كان حركة كبيرة من الابناء حلب حركة ازدحام كبيرة وكسافة كبيرة في تلك المناطق التي بعد سقوط هذه القذائف باتت فارغة نتيجة يعني حالة الالعواء الخوفة التي اصادت المدنيين هذا التصعيد يأتي هذا التصعيد الجبان نتحدث يبدو اننا نسمع سقوط قذائف جديدة في المنطقة التي انت متواجد بها ربما هي باتجاه المدينة القديمة الحياء تحديدا التي يوجد فيها مدنيين في المدينة القديمة كنت اتحدث لك عن هذا التصعيد الذي جاء ردا على تقدم الجيش العربي السوري في مزارع الملاح سوف افصل بهذه النقطة انس لكن فيما يتعلق بالجهوزية الطبية انت كنت قبل قليل في احد المشافي ماذا عن الجهوزية الطبية مع وجود عدد كبير من الجرحة والشهداء محافظ حلب دكتور محمد مروان علابي وايضا مدير صحة حلب محمد حزوري دكتور محمد حزوري اكدالي الاخبارية السورية جهوزية كل المشافي الحكومية وجهوزية الكادر البشري مع وجود ايضا مخزون كبير من الادوية وايضا الدماء لتلبية حاجة كل المصابين وايضا الادوات الطبية كما قال محافظ حلب للاخبارية لا خوف على الجهوزية وايضا على ايضا المخزون الطبي يعني عندما كنت متواجد في مجفى الرازي عشرات من سيارات الاسعاف استنفرت واستنفرت كل الكوادر الطبية باتجاه تلك المناطق لنقل ايضا المصابين باتجاه هذه المشافي يضاف الى هذه الحصيلة من الضحايا الاضرار المادية كانت كبيرة جدا اندلعت عدة حرائق بابنية سكنية وايضا في السيارات التي كانت مرة ومركونة ايضا في بعض الشوارع اضافة ايضا الى الاضرار التي طالت الابنية السكنية هو اليوم الاكثر دموية في مدينة حلب التي كما ذكرت لك عانت كثيرا من هذا التصعيد الارهابي اذا ما تحدثت سناء عن حصيلة اواخر عام 2012 الى الان يمكن لنا الحديث عن اكثر من مئة الف مدني جريحا اكثر من عشرة الاف ارتقوا نتيجة هذا الاستهداف المتواصل من قبل المجموعات الارهابية المسلحة باتجاه هذه الاحياء الرحمة على ارواح شهداء حلب ونتمنى شفاء العاجل للجرحة لكن انس فيما يتعلق بالتطورات الميدانية وتقدم الجيش العربي السوري باتجاه طريق الكاستيلو لو تضعنا في صورة المستجدات حول هذه النقطة بالتحديد نعم الجيش العربي السوري يخوط اشرس المعارك ضد عدد من المجموعات الارهابية المسلحة في مقدماتها جبهة النصفة وبات الجيش بريا قريبا جدا من اوتستراد الكاستيلو واذا ما وصل الجيش بريا فهو يكون وصل الى تخوم منطقة بني زيد وهي احد اكثر المناطق التي يتم من خلالها استهداف المدنيين بالقذائف فبطبيعة الحال هذا التقدم الذي احرزه الجيش العربي السوري مؤخرا هو التقدم مهم جدا واستراتيجي مهما واذا ما استمر الجيش العربي السوري في تقدمه بريا باتجاه محور الكاستيلو بالتزامن مع التقدم البر من محور الصلاة الصناعية في الليرامون فان كل المجموعات الارهابية المسلحة المتواجدة والمتمركزة على اطراف بستان الباشا والاشرفية والخالدية وظهرة عبدربو وبني زيد وأطراف جمعية الزهراء باتت بين فكي كماشا من قبل الجيش العربي السوري الجيش بطبيعة الحال طوق مدينة حلب بشكل كامل وشدد الخناق على كافة المجموعات الارهابية الموجودة في الحياة الشرقية والشمالية الغربية يتحدث عن اطراف الاشرفية وجمعية الزهراء اضافة الى الاهمية الاستراتيجية بقطع كل طرق امدادهم من الارياف الحلبية الجنوبية الغربية الشرقية ولاسيما الشمالية باتجاه الاطراف الشرقية يضاف الى هذه الاهمية اخرى من خلال تجديد الخناق بشكل كبير على كافة المجموعات الارهابية المسلحة في قرى عندان وحدتان وهي اهم وابرز معاقل الارهابيين في الريف الشمالي وامكانية ايضا تقدم الجيش العربي السوري الذي بات متاح نحو مخيم حندرات الذي اذا ما سيطر ايضا الجيش عليه يشرف على عدة مناطق ابرزها العواجة اليوم المجموعات الارهابية المسلحة وسط تخبطات كبيرة نتيجة قطع طرق امدادهم واخر طريق امدادهم كان هو محور الكاستيل الذي ربما يمكن بعد دقائق او ربما ساعات قليلة يعلن الجيش العربي السوري وصوله بريا الى هذا المحور الذي كما ذكرت محور استراتيجي لذلك جاء اليوم الرد الجبان من قبل المجموعات الارهابية المسلحة نحو احياء حلب بهذا التفعيد الكبير بعدد كبير من القذائف وكما ذكرت لك سنة الى الان الى هذه اللحظة تقصف المجموعات الارهابية المسلحة احياء حلب بشتى انواع القذائف نتمنى السلامة لكل ابناء المدينة كنت اشاهد عدد كبير من الاطفال هناك نساء شيوخ كل الفئات العمرية اضافة الى ذلك هناك عدد كبير من الاشلاء وصلت الى بشفى حلب الجامعي اشكرك انس رمضان مراسل اخبارية السورية في حلب نتمنى الشفاء العاجل للجرحة والرحمة على ارواح شهداء حلب ونتمنى السلامة لأهالي حلب وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك ارهابي داعش في ريفي حما وحمص واشار مظر ميدني لان وحدة من الجيش دمرت الى الارهابي تنظيم واقعت قتلى ومصابين في صفوفه قرب سد عقارب في ريفي حما الشرقية وفي ريفي حمص احبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوما شنه تنظيم داعش الارهابية على عدد من النقاط العسكرية في تلال قرية ابو العلاية ولفت المظر الى ان الاجتباكات انتهت باحباط الهجوم بعد سقوط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف الارهابيين تدمير آلياتهم وعتادهم اعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم عن رصده اربع خروقات لاتفاق وقف الاعمال القتالية من قبل المجموعات الارهابية في سوريا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية اتفاصيل في هذا التقرير اعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم عن رصده اربعة خروقات لاتفاق وقف الاعمال القتالية من قبل المجموعات الارهابية في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية المركز أفاد في بيان له بأن إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام قصف حي الزهراء في مدينة حلب بقذائف يدوية الصنع مبينا أن الإرهابيين استهدفوا أحياء سكنية في محافظات حلب واللاذقية وإدلب بالراجمات وقذائف الهاون ولفت المركز الروسي في بيانه إلى أن إرهابيي تنظيمي جبهة النصر وداعش مستمرون في محاولات عرقلة اتفاق وقف الأعمال القتالية موضحا أنه رغم هذه الانتهاكات إلا أن الاتفاق لا يزال صامدا في المناطق التي عمها في معظم المحافظات السورية وفيما يخص المصالحة ذكر المركز في بيانه أنه لم يتم إبرام اتفاقات جديدة خلال اليوم الماضي ليبقى عدد البلدات التي انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية مائة وسبع وسبعين بلدة وقد ارتفع عدد خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا منذ بداية تطبيق الاتفاق في السابع والعشرين من شباط الماضي إلى سبعمائة واثنين وستين خرقا بعض القنوات تحاول تحقيق سبق أعلامي وسياسي فيما تعلق بسوريا لكنها تستند إلى مغلطات وتقع في شر أعمالها إنجاز أعلامي أو ربما هفوة التقطها جهابذة الأعلام في قنوات ترصد لها المليارات وتجهز بأفضل التجهيزات ويقبض ثمن ذكائهم وموهبتهم العاملين فيها آلاف الدولارات نعم التقط جهاد بذة الإعلام في الكثير من القنوات والمواقع الإلكترونية هذه الصورة ونشروها متهمين الإخبارية السورية بأنها قد نشرت هذه الصور قبل يوم من صلاة العيد واجتمع المحللون والباحثون وعلماء النفس وبدأت تحليل والنقاش وانجرت قنوات كبرى كالسي ان ان وغيرها وراء ما جرى وطبلت قنوات نعرفها ونعرف كيف يكتب خبرها من وحي الخيال والأمنيات وبما أنهم يرصدون الإخبارية السورية بشكل جيد ويتابعوننا سنقدم لهم درسا في ألف باء الإعلام كيف ينشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف نعرف متى نشر هذا الخبر وبأي تاريخ في مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب من يتحكم بتوقيت نشر أي مادة هو الموقع وهذا صحيح لكن مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب هم من يضع تاريخ الفيديو حسب توقيت مقرها في كاليفورنيا وهناك فرق بالتوقيت في الساعات بيننا وبينهم في ساعات الصباح نكون نحن في الشرق الأوسط قد دخلنا في اليوم السادس من الشهر وهم ما زالوا في كاليفورنيا وأمريكا باليوم الخامس يعني بيننا وبينهم فرق توقيت وإليكم الدليل على ذلك هذا هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة العيد وإليكم التاريخ هل يصلي السيسي قبل يوم من تاريخ نشر الفيديو في الخامس من تموز وهذا أيضا دليل آخر إنه أمير الكويت وهذا تاريخ نشر فيديو صلاة العيد وبما أنكم أيضا تتابعون الإخبارية السورية بشكل جيد أكثر مما تتابع أخبار ملككم إليكم هذا الفيديو إنه الملك سلمان وهذا تاريخ نشر الفيديو كان بالإمكان أن ننشر ما نشرتموه ونحلل الإرباك والخوف والذعر على وجه الملك ونحلل لماذا يصلي قبل يوم وحجم الإجراءات الأمنية والأشخاص المختارون بعناية لكننا نترفع عن هذا الأسلوب احتراما للمهنة الإعلامية لعلكم تتذكرونها قنوات سخرت كوادرها وإمكانياتها ومراسليها ومحلليها لتتصيد أي شيء تعتقد أنه قد يضيف لرصيدها لكنها وقعت كالعادة في أخطائها هذا الأسلوب فشل منذ زمن منذ أيام شاهد العيان أبو فلان والبارج في البحر والكثير من الأكاذيب والتلفيق كلها فضحت واليوم تفضح الفضيحة ولم ولن يتعلموا مبادئ وأخلاق هذه المهنة النبيلة رغم كل الدروس ترجمة نانسي قنقر أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدا العبادي مسؤولين عسكريين وأمنيين من مهامهم على خلفية الاعتداءات الإرهابية في حي الكرادة بوسط بغداد التي أسفرت عن استشهاد مائتين واثنين وتسعين شخصا وإصابة المئات متوعدا بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابية في العراق على خلفية الاعتداءات الإرهابية في حي الكرادة بوسط العاصمة العراقية بغداد التي أسفرت عن استشهاد مائتين واثنين وتسعين شخصا وإصابة المئات بجروح قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدا العبادي إعفاء قائد عمليات بغداد ومسؤولي الأمن والاستخبارات فيها من مناصبهم المسؤولون المقالون كان سبقهم وزير الداخلية محمد الغبان الذي أعلن استقالته عقب التفجير الأكثر دموية الذي هز منطقة الكرادة التجارية وذلك احتجاجا على ما وصفه بالتخبط الأمني وتقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة وكان العبادي توعد بالقصاص من الإرهابيين وأمر بتعديل الإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة المخاطر والثغرات الأمنية وقال إن الدواعش الذين أرادوا سلب العراقيين فرحة العيد بتفجير الكرادة سنجعلهم يحزنون إلى الأبد ونطاردهم ونهزمهم في الموصل كما هزمناهم في جميع المعارك أدانت إيران الاعتداءات الإرهابية التي نفذت التنظيمات الإرهابية في مدينة بلد التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ضرورة توحيد الجهود العالمية للتصدي بصورة مؤثرة للإرهاب التكفيرية وممارساته الجنونية وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى الاعتداء الذي استهدف مرقدا في مدينة بلد شمال بغداد وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات العراقيين وكان انفجار وسائرة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري في منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين أعقبه تفجير عدد من الانتحاريين أنفسهم وسطة أحزمة ناسفة أدى إلى استشهاد خمسة وثلاثين شخصا وإصابة نحو ستين آخرين بجروح عشرات القتلى والجرحى بهجوم إرهابيا في منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين شمال العراق وذلك بتفجير انتحاري عند البوابة الخارجية لضريح السيد محمد بن علي الهادي عقبه تفجير عدد من الانتحاريين لأنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة داخل الضريح مصادر أمنية عراقية ذكرت أن بقية الانتحاريين تحصنوا داخل مقبرة قرب المرقد وتمكنت قوة أمنية من قتل اثنين منهم فيما اندلعت اشتباكات مع مسلحين مجهولين قرب المرقد يأتي هذا الهجوم الإرهابي بعد اعتداء استهدف مجمعا للتسوق في حي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد أسفر عن مقتل مائتين واثنين وتسعين شخصا وذلك بعد انفجر انتحاري شاحنة محملة بالمتفجيرات خارج مركز للتسوق من ثلاثة طوابق مزدحم بالمتسوقين أثناء قضائهم أمسية رمضانية بعد الإفطار وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ ذلك الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية حسان غربي بيت لحمة وقال مظر فلسطينيين قوات الاحتلال أعتقلت الشاب ضياء محمد زعول بعد مدهمة منزل والده وتفتيشه حيث تم تحطيم معظم محتوياته ومصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة كما اقتحم الاحتلال منطقة برك سليمان قرب بلدات الخضر ودهمت قواته عدة منازل فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت بين المنازل قتل خمسة يمنيين واصيب تسعة آخرون جراء غارتين لطيران العضوان السعودية استهدفت طريق العام للنقل في بني شجاع بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب لم تسلم منطقة في اليمن من غارات طيران السعودي التي شهدت تكثيفا مستهدفة الأحياء السكنية في مشمل المحافظات خمسة شهداء وتسعة جرحى نتيجة استهداف العدوان السعودي لسيارات مسافرين أثناء مرورهم على الطريق العام في حريب القراميش بمحافظة مأرب طيران العدوان شن خمسة غارات على صرواح وغارة على مديرية حريب القراميش في مأرب وخمسة غارات على حرف سفيان في محافظة عمران وقصفت طائرات التحالف منطقة المتون والغيل في الجوف كما طال القصف منطقة العمري وقامت طائرة بدون طيار بغارة على المخة في تعز وفي محافظة صنع شن طيران السعودي أربع غارات على انقيل الكنة بمديرية بن حشيش وغارة على منطقة المجوحة في نهم كما استهدفت طائرات النظام السعودي مديريتي حارض وميدي بمحافظة حجة بخمس غارات ورغم اتفاق الهدنة والمشاورات التي تجري في الكويت بين الأطراف اليمنية لم يوقف العدوان السعودي غاراته على البنية التحتية في اليمن وكأن في ذلك أصرار على التدمير ولا شيء غير ذلك أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن تنظيم داعش الارهابي يستخدم طائرات دون طيار مزودة بمتفجرات وكاميرات للتجسس ضد القوات العراقية وذكر موقع بلومبرغ الأمريكي أن البنتاجون قدم إلى الكونغرس مسودة ميزانية طلب فيها بعشرين مليون دولار إضافية لمواجهة استخدام تنظيم داعش طائرات دون طيارة يشار إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفا استعراضيا من عشرات الدول بحجة محاربة تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق التحالف يعمل دون قرار من مجلس الأمن الدولية أو بشكل مخالف لمبادئ الأمم المتحدة التي تنص على احترام سيادة الدول مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو يؤكد أن الكيان الصهيونية تحمل مسؤولية تصعد حدة الإرهاب والعنف في المنطقة وقال خوشرو أن الإرهاب قضية متعددة الأبعاد تحتاج مكافحتها إلى خطة شاملة وتعاون حقيقية على الصعيدين الإقليمي والدولية معربا عن إدانة بلاده للاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها سوريا والعراق وعدد من دول المنطقة وأضح خوشرو أن الإجراءات الدولية لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون متناسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبرضى الدول والحكومات المعنية مؤكدا أن الالتزام بهذه المبادئ يشكل انتهاكا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية لهذه الدول علق المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الجمهورية هيلاري كلينتون تجمعاتهما الانتخابية عقب مقتل خمسة رجال شرطة بنيران قناص في دولاس وذلك خلال تظاهرات ضد استهداف الأمريكيين من أصل إفريقية رئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو لإصلاح جهاز الشرطة على خلفية تكرار حوادث القتل برصاصها جمر تحت الرماد الديمقراطية المزعومة لن تستطع القضاء على عنصرية صبغت خمسة قرون من عمر العالم الجديد دلس هذه المرة في ولاية تكساس القريبة من المكسيك حيث الجنوب المليء بالملونين السلطات الأمنية الأمريكية تنشر صورتين لشخص يشتبه بسلطه بإطلاق النار الذي وقع خلال مظاهرة احتجاجية على مقتل رجلين من أصول إفريقية مصادر رسمية في دالس أعلنت أن حصيلة قتل الشرطة ارتفعت إلى خمسة ضمن أحد عشر عنصر أصيبوا خلال حديثة شهدت إطلاق نار تم من قبل قناصين اثنين من منطقة مرتفعة الشرطة طالبت ممن لديه معلومات عن المشتبه به الظاهر في الصورة بسترة عسكرية مموهة حاملا ما يبدو أنه بندقية طلبت إطلاع الشرطة بأسرع وقت وعدم الاقتراب من المشتبه به إطلاقا الولايات المتحدة شهدت مقتل ثاني أمريكيا أسود على يد الشرطة خلال ثمانين وأربعين ساعة إفسقت الشاب فلاندو كاستيل قتيلا في ولاية مينيسوتا وذلك بعد يومين من مقتل آلتون ستيرلينغ في ولاية لويزيانا واستحتجاجات على عنف الشرطة ضد الأمريكيين السود ما هو موقف الرئيس أوباما الذي اعتبرت رئاسته كنوعا من رد الاعتبار للأفارقة بعد قرون من الاستعباد أوباما اعتبر أن إطلاق الشرطة النهر على مواطنين أمريكيين أسودين وقتلهما هذا الأسبوع يكشف عن خلل في العلاقة بين أجهزة تطبيق القانون والمجموعات التي تخدمها ودعا الأمريكيين إلى العمل معا لإصلاح الانقسام وقال أوباما في بيانا على فيسبوك لقد شهدنا مثل هذه المآسي تتكرر أكثر مما ينبغي ومن الواضح أن عمليات إطلاق النار ليست حوادثة منفصلة المخاوف لن تتوقف عند القضية العرقية بين السود والبيض فهناك أكثر من خمسمائة قبيلة من الهنود الحمر تم القضاء على جميع أفرادها وما زال جمرها تحت رماد الضحايا الذين صرخوا يوما أرضنا حيث يرقد موتانا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي في قضية استخدام المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية خلال توليها منصب وزيرة الخارجية وأقل المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أنه بات بإمكان الوزارة إنجاز هذا التحقيق الداخلي لأن وزارة العدل الأمريكية أنجزت تحقيقاتها في القضية وأغلقتها دون أن توجه أي تهمة لكلينتون بشأن استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا خلال عملها كوزيرة للخارجية وواجهت كلينتون اتهامات بمحاولة إخفاء رسائلها الإلكترونية عن الحكومة الأمريكية وأنها خالفت تعليمات وزارة الخارجية عندما قامت بمهامها مستخدمة بريدا إلكترونيا خاصا شدد رئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لدى وصوله للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي أن روسيا ليست خصما ولا تشكل تهديدا وأضف أولاند أن مهمة الحلف الأطلسي ليست أبدا التأثير في العلاقات التي ينبغي أن تربط بين أوروبا وروسيا وأشار أن روسيا شريك رغم أنها قد تستخدم القوة أحيانا بحسب تعبيره وشدد رئيس الفرنسي من جهة أخرى على ضرورة أن تشارك الدول الأوروبية الأخرى في تحمل العب على صعيد مكافحة الإرهاب وقال أن فرنسا ستقوم بالمطلوب منها وأنها كثفت جهدها الدفاعية بعد موجة الاعتداءات عام 2015 وخمسة عشر تصعد لتوتر بين روسيا والنيتو والأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يؤكد أن الحلف بحاجة إلى حوار بناء مع روسيا لأنها جزء من الأمن الأوروبي بعد أعلان الخارجية الروسية بأن نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في أمريكا الجنوبية سيؤثر سلبا على الاستقرار العالمي الاستراتيجي ومن شأنه تصعد التوتر في المنطقة أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي النيتو ينسي ستولتنبرغ أن الحلف بحاجة إلى حوار بناء مع روسيا لأنها جزء من الأمن الأوروبي تصريحات ستولتنبرغ ستتنقض مع أفعال النيتو على الأرض الذي يكثف منذ أشهر تواجده العسكري قرب الحدود مع روسيا كما أجرى مناورات عسكرية عدة في لتوانيا وبولندا وغيرها رغم الانتقادات الروسية الرئيس الأمريكي بارك أوباما اعتبر أن حلف شمال الأطلسي النيتو يواجه تحديات طارئة تتطلب من أعضل التحلي بالإرادة السياسية وتقديم التزامات إضافية للتعامل معها وفي مقال كتبه لصحيفة فينانشال تامز البريطانية كرر أوباما موقف إدارته المعادي لروسيا من خلال دعوته إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة ضد موسكو بحجة الأزمة في أوكرانيا وتحريضه الدول الأعضاء في النيتو على الوقوف بحزم ضد إعادة ضمن شبه جزيرة القرم الذي جرى بعد استفتاء شعبي في آذار عام 2014 بأغلبية صاحقة لصالح التوحيد مع روسيا أنهت صفن الروسية البحرية تابعة لأصول بحر قزوين تدريباتها وعادت إلى ميناء محش قلعة وأسترخانة استغرقت التدريبات خمسة أيام نفذت خلالها عشرين سفينة حربية ومساعدة وأربع طائرات حربية ونحو ألف فرد من بحارة أسطول بحر قزوين مهامهم القتالية التدريبية في هذا الوقت أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة عرضت ما يزيد على مئة نموذج واعد من الأسلحة التابعة لسلاح المهندسين وغيرها من التقنيات والتجهيزات تتضمن عربات تايفون كا المدرعة المحمية من الألغام والمزودة بوحدة باترل قتالية ومنظومة ذاتية الحركة تستخدم في إزالة حقول الألغام أعلن رئيس الروسي فلاديمير بوتن أن روسيا صدرت معدات عسكرية وأسلحة خلال سنة بقيمة تتجاوز أربع مليارات ونصف المليار دولار ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتن أن السلاح الروسي أثبت فعالياته وكفاءته في مختلف الظروف كما أن المعدات العسكرية والأسلحة الروسية تستخدم في دول أوروبا وآسيا وإفريقيا وشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشدد بوتن على أهمية استمرار التوسع في جغرافيا تصدير السلاح الروسية لافتا إلى وجود منافسة قوية من الدول الأخرى الجولة الثانية من الانتخابات الداخلية لنواب المحافظين في مجلس العموم البريطانية تشهد تطورات متسارعة وتحصر المنافسة نحو رئاسة الحكومة البريطانية بين وزيرة الداخلية تيريزا مي ووزيرة الطاقة أندريا لاتسوم باب جديد للتنافس النهائي بين وزيرة الداخلية تيريزا مي ووزيرة الطاقة أندريا لاتسوم فتح بعد أن سحب حزب المحافظين البريطاني اسم وزير العدل مايكل غوف من قائمة المرشحين لزعامة الحزب الجولة الثانية من الانتخابات الداخلية لنواب الحزب في مجلس العموم انتهت بحصول تيريزا مي على 199 نقطة مقابل 84 نقطة للوزير لاتسوم و46 نقطة لغوف ومن المنتظر أن يعلن حزب المحافظين عن النتيجة النهائية للفائز برئاسة حزب المحافظين الذي يشارك 150 ألف عضو منه في التاسع من شهر أيلول المقبل بالطبع أنا محبط بسبب خروجي من سباق زعامة الحزب لكنني سعيد لترشحي ماي ويلسوم تيريزا مي كانت قد دافعت عن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وهي تحظى بدعم من عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة على العكس منها برزت أندريا لاتسوم التي تعد من قادة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي انتهت لفوز معسكرها في الاستفتاء على مستقبل عضوية بريطانيا في التكتل وستكون الفائزة من بين المرشحتين ثاني رئيسة وزراء لبريطانيا بعد مارغريت تاتشر التي قادت الحكومة البريطانية في الفترة الممتدة ما بين عامي 1979 و1990 رئيس الوزراء ديفت كاميرون كان استقال من منصبه قبل أسبوعين عقب فوز معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي باستفتاء جرى يوم الثالث والعشرين من الشهر الماضي كاميرون الذي دعم حملة لبقاء البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي عقب مفاوضات شاقة في شباط الماضي تمكن خلالها من التوقيع على اتفاق يضمن لبريطانيا وضعا خاصا في التكتل كشفت شرطة البريطانية زيادة كبيرة في جرائم الكراهية في الأسبوع التي سبقت وثلاثة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال المجلس الوطني لقادة الشرطة إنه تم تلقي أكثر من 3000 بلاغ عن حوادث كراهية أي بارتفاع بنسبة 24% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وأبلغ مناهدو العنصرية سابقا عن سيادة هذه الهجمات التي تجتمل على الإساءة اللوضية والجسدية في الأيام التي تلت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حذرت روسيا من عاقب نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في كوريا الجنوبية مؤكدة أنه يؤثر سلبا على الاستقرار العالمي الاستراتيجي ومن شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وجاء في بيانة لوزارة الخارجية الروسية إن مثل هذه الأعمال تخلق عقبات جديدة في جهود حل المشاكل المعقدة والعالقة في شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك مهمة نزع الأسلحة النوبية بدوره أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي يفجيني سيربينكوف أن روسيا قد تنشر وحدات صاروخية في نطاق يصل إلى منطقة نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في كوريا الجنوبية كما عربت الصين عن رفضها التام لقرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نشر درع صاروخية أمريكية في كوريا الجنوبية محذرة من أن تنفيذ هذا الأمر سيلحق ضررا بالغا بالأمن الإقليمي في المنطقة وقالت زارة الخارجية الصينية أن نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ سيلحق ضررا بالغا بالمصالح الأمنية الاستراتيجية لدول المنطقة بما فيها الصين مؤكدة معارضتها الشديدة ورفضها التام لهذا المشروع وكانت سي أول وواشنطن أعلنتا في وقت سابق أنهما ستنشران في كوريا الجنوبية نظام ثاد للدفاع الصاروخية لمواجهة أي تهديد صاروخي من بيونج يانج تذكير بأبرز العنو عشرات الشهداء والجرحة في حلب جرع استهداف الإرهابيين أحياء المدينة بالقذائف وحدات الجيش تصد هجوم الإرهابي داعش بريفي حمص وحمى اثر اعتداءات الكرادة رئيس الوزراء العراقي يقيل كبار مسؤولي الأمن في بغداد في الختام لكم تحيات فريق العمل في أمان الله اشتركوا في القناة